اشتركوا في القناة كلنا نعرف الياثوم او الجاثوم شونهو الياثوم او الجاثوم هو ظهور فرد من افراد الجن والشياطين واقتحام غرفة نوم الشخص النائم وجلوسه على صدر هذا الشخص وخنق هذا الشخص وشل حركته وعدم السماح له بالنهوض من السرير يبقق عيونه ومو قادر يتنفس وخنق هليني وقاعد على شدي وخنقه ومو قادر يتنفس ويبقق عيونه ويشاهق يشاهق من المنظر اللي قاعد يشوفه والخوف هذه المعلومة هي المعلومة العامة عند الناس منذ الأزل ترى هذه مو معلومة يديدة ترى هذه معلومة من أيام الفراعنة عن الياثوم يعني من قبل سبع تالاف سنة يمكن خمس تالاف سنة فمو شيء جديد ولكن ما تطور العلم الحديث وتطور الأبحاث وقدرة العلماء إلى التغلغل في دماغ الإنسان ومعرفة المناطق المسؤولة عن تصرفات الإنسان أو بعض الحالات في الإنسان اتضح أن حالة الياثوم هي بالضبط كالتالي الإنسان في عنده عضلات وجسد وفي عنده مخ وقت النوم في عندنا جزئين داخل الدماغ جزء مسؤول عن نوم الجسد والعضلات واسترخاء العضلات ونومها وجزء مسؤول عن نوم الوعي أن يكون في حالة لاوعي في أحد مراحل النوم المتقدمة ممتاز بعض الأحيان تصير عند الشخص النائم خلل بسيط وهو خلل طبيعي يعني ليس مرض لا يعتبر مرض وهو حالة طبيعية يمر فيها أي إنسان يمكن يكون ماكل زيادة ليش؟ لأنه في علاقة بين الهضم وبين الدماغ فيكون مكثر أكل والدماغ يرسل إشارات حق المعدة علشان يبيها تهضم بس المعدة أصلا وقت النوم فهي لا تقدر تدز الدم حواليها علشان تهضم يعني تفاصيل علمية مو مهمة الحين بس وهو نائم الجزء المسؤول عن نوم الجسد والعضلات هو نائم والجزء المسؤول عن وعي الإنسان يستيقظ فجأة فتلاقي الشخص يبطل عيونه ويبدأ الوعي عنده ولكن يحس أنه مشلول مو قادر يتحرك مع بعض التهيئات المتعلقة بالأحلام يعتقد أنه فيه أحد خانقة وفيه جن أو فيه شئكة شفيني أنا مو قادر تحرك ما سوف يحسن فيك شيء هاتحاتي يرد نام سوف يروح كل شيء هاتحاتي بعضهم يصف الجاثوم بالربع ساعة بالعشر دقائق غير صحيح ترى أنت يتهيالك من الخوف تحسب أن الوقت طويل هذا الخلل الذي صار البسيط الطبيعي مثل أنه سوى صح الوعي وخلى الجسم نايم بكل بساطة هذا هو الجاثوم علميا يسمى بشلل النوم لا يني خنقك يعني اللي يني لو بخنقك يخنقك بالنهار ما حق يخنقك بالليل ما معنى ينايك بالليل كل سهولة يقدر ييك بالنهار ويخنقك وين ما كنت فهو ما رح ينطرك لما بالليل عشان هي ما حد يشوفها يرجى الانتباه بعد الفاصل رح نعطي أمثلة أخرى على بعض الخرافات اللي يفكر فيها أفراد بعض أفراد المجتمع سابقا في أيام الفراعنة كانوا الفراعنة ترى يعني حضارة عظيمة لأن فيها أشياء غريبة كانت تمارس في ذاك الوقت سابقا يسوون عملية جراحية للدماغ الفراعنة الفراعنة مو قبل خمسين سنة ولا أمئة سنة لا قبل خمسة علاف سنة ستة علاف سنة يسوون عملية جراحية حق الدماغ تصدقون وهذه كتب التاريخ وكتب العلم رح وفتحوها وشوفو يقدرون كانوا والإنسان مستيقظ صاحي ما أدري بشون يبنجونه بنج موضعي يمكن ممبنج يمكن معطينا كحول والله ما أدري يمكن يعطينا أفيون ما أدري بس يسوون لفتحة داخل الدماغ بحجم الكوينز بحجم ممية فلس حجم شيء يعني أكبر شوية ممية فلس يفتحون الدماغ يفتحون الجمجمة العظام توقعون ليش كان يعتقد وبالمناسبة هذه الفتحات ترى موجودة يعني لما ينبشون القبور المكتشفين والباحثين عند الآثار يشوفون أنه قبر الميت يطلعون الجمجمة فيشوفون فيها الفتحة جذي هذه ومكتوب طبعا بالله كتب التاريخ الفرعوني فلاش يسوون هذه العملية الجراحية ترى تطبق هذه العملية بس بطريقة من الطورة الحين تطبق بس بطريقة من الطورة جدا ومو نفس الهدف اللي كانت تطبق من أجله بوقت الفرعنة كانوا يسوون هذه العملية لأنهم يعتقدون أن هناك نوعان من الأرواح الشريرة لدى الإنسان هناك نوع من الأرواح الشريرة الخارجية المحيطة بالشخص وهي الأرواح التي تزعج هذا الشخص وتشعره بالخوف ورح أقول لكم كيف يتم إبعاد هذه الأرواح الشريرة والنوع الآخر من الأرواح الشريرة هو أرواح داخل جسد الإنسان متلبسة لهذا الإنسان فمن خلال هذه الفتحة داخل الدماغ يعني يشوفون المخ هذا المخ الهلامي هذا يشوفونه داخل يعتقدون أن الأرواح الداخلية تخرج من هذه الفتحة مع ممارسة بعض الطقوس الدينية في الفرعونية هذه أشياء هذه طريقة لإخراج الأرواح الشريرة الداخلية في جسد الإنسان المتلبسة للإنسان ترى معلومات دقيقة ولو تربطونها بالحاضر راح تنصدمون راح تنصدمون وأما الأرواح المحيطة الخارجية المحيطة في جسد الإنسان المستمرة معه وين ما يروح وقاعد تزعجه وتسبب له مشاكل وتسبب له حالة نفسية يقعد يهدي ويسول ويخربط ويشوف أشياء ويصرخ من الأشياء وخايف منها هذه حالة هلوسة هذه حالة الذهان اليوم دوة بسيط مستشفى الطب النفسي يعالجها المشكلة متاع الموضوع شون كانوا يطلعون أو يزعجون هذه الأرواح من أجل طردها ما لاحظت صدقون لو أقول لكم يتم طرد هذه الأرواح عن طريق الزار اللي ما يعرف شون الزار هي مسك الدفوف وضرب الدفوف وإحاطة المريض اللف حوالين المريض يعني الفراعنا كانوا ييبون دفوف مثل طيران ودفوف ويحطون المريض هذا جدامهم بينهم ويدورون وقعدين يطقون طيران وطقون دفوف علشان يزعجون الأرواح المحيطة حواليه علشان الأرواح هذه يطير وتنحاش صدقون من سبع تالاف سنة أو ستة تالاف سنة ولكن مشكلتنا العظيمة أننا لا نبحث ولا نقرأ ولو قرأنا ولو القلي ترى راح نتعلم واند أشياء تخلينا نتجنب الوقوع بمثل هذا النوع من الخرافات كلها أشياء مكتوبة بالجدران مكتوبة على الطوف بس احنا كاتف شاطئين اليوم نكتب على الطوف للذكرى شوف فرق الكتابة على الجدران في ذلك الوقت وفرق الكتابة اليوم صبق رش قاعد تتلف الطوف تخلي شكلها يصير بايخ كتابتهم قبل حلوة من حوتها بشكل درب بشكل حلو مع أنها قبل آلاف السنين ما عندهم اللي أنت عندك يا اليوم فضروري يا جماعة أننا نقرأ في بعض الأمهات يمارسون بعض الأشياء مع بناتهم الحمل علشان تعرف أن اللي في بطنها ولد ولا بنت يعني أنا بفهم زيت الزيتون حرق زيت الزيتون شنو علاقته في أن يطلع هذا ولد ولا بنت لكلوركس لكلوركس أنا ما ليفهم شنو لكلوركس هو ولا شنو كلوركس إيه لكلوركس هذا شنو علاقته يعني أنه تعرفين أن هذا ولد بطن بنتك ولا بنت شكو سوون بعض الأشياء بالكلوركس من شنو حرق زيت الزيتون السوالف مقلة شكو يبقى سونار روح تسوي سونار في المستشفى تالي موضوع يبقى مو مهم تعرفين شنو بنت ولا ولد لا ولدت راح تعرفين إذا ما عندك فلوس تسوي سونار خلتوا ولد راح تعرفين مو مشكلة كبيرة ترى فهذه الخرافات علينا أن نتوقف عنها علشان الناس اللي حواليننا ما يضحكون علينا جيراننا أهلنا أصدقائنا أقربائنا ما يضحكون علينا على الأشياء اللي قاعدين نسويها ولا نقلل من نظرة الآخرين لنا يرجى الانتباه ترى القراءة المطالعة الثقافة أنا ما تكلم عن تخصص علمي تروح تخصص علمي دقيق تكلم عن ثقافة اقرأ تصفح عندك اليوم الانترنت افتح جوجل يقعد اقرأ فيه شنو قصة هالموضوع شنو قصة هالموضوع شنو صاربت هالظاهرة أو هالحركة لازم نقرأ فهذه بعض الخرافات اللي قاعدين يمارسونها بعض بعض وليس أغلب وليس كل يعني حتى مو أغلب أنا متأكد أن أقل من أربعين ممكن تلاثين في المئة يمارسون مثل هالأشياء في المجتمع اليوم قبل ايه أكثر بعض الخرافات اللي قاعدين يمارسونها الناس وأتمنى أن يتم التخلص أو تقليل هذه الخرافات قدر الامكان ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة